اشتركوا في القناة تبقى تخص دائما المناطق الداخلية التي يتروحلوها بين 800 لغاية 1000 متر التلوج ايضا ستمتد هذه المرة لغاية اعالي مدينة بشار كذلك اعالي غردايا تبقى مشمسة على العموم بالمناطق التي تقع بالجنوب الشرقي بوسط الصحراء لغاية اقصى الجنوب مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية باقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم نتجة الاستمارات تساقط التلوج ستبقى دون الصفر على اغلب المناطق الداخلية 6 درجات تحت الصفر ستكون كادم قياس بسطيف بقسنطينة بباتنا الجلفة والبيضة درجة صفر الى درجة واحدة نحو السواحل درجة صفر ايضا ستسجل بالنسبة لشمال الصحراء درجتين ببسرال غاية ورقلا 3 درجات ببشار 8 درجات بتندوف وتمن راس وترتفع الى 14 درجة باقصى الجنوب الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغاية تبقى باردة مقيس ما بين درجتين الى 8 درجات بالمناطق الداخلية 10 الى 12 بسواحل 10 درجات ايضا بغردايا 7 درجات فقط ببشار 13 ببسكرا ورقلا لمغير والواد 19 بإليزي وإناميناس ترتفع الى 22 درجة بالصحراء الوسطى و32 درجة ستكون كعلى مقياس باقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاتراب على طول الشريطة السحلي احيانا مضطرب بسواحل الوسطى والشرقية الرياح تكون من ضعيفة الى معتدلة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية بسواحل الغربية متغيرة الاتجاهات بسواحل الوسطى ومن غربية الى جنوبية غربية نحو سواحل الشرقية